ماذا تتحرك؟ بعد جهة الطائرة وصلنا إلى بيكا وصلنا إلى بيكا وصلنا إلى بيكا كالمفروض أصلاً على حسب ما قالونا في الصفارة أن ما سنوصلوا سيكونوا أساتذة سيكونوا الناس من الجامعة ستسنوننا في المطار وصلنا إلى بيكا وصلنا إلى الجامعة الذي حصل بما أنهم انتظروني الأسبوع الذي كنت سيأتي فيه ما لم يأتي بأنني غيرت الرأي لم يكن اقتنعت لكي ندرس في الصفارة لم يكن لم يكن تلك الساعة من التلفونات كنت بصعوبة فهي منذ ذلك وكانت وضعوا على المسؤولين في المطار يعني لا يكادون يفقهون قولة ما كيف يفهمون من الفرنسية والإنجليزية على الصينية وأنا لم أفهم الصينية يعني واحد الصعوبة تقريباً أزيد من ساعتين كيف يفهمون مين جاي شكونا نايا وفين غادي في الأخير جابوا شي واحدة كيف يفهم شوية ديال الأنجلي وفهم بأنه موروكو تم فين تصلوا بالصفارة المغربية السفارة المغربية سفتوا لي واحد السيارة اللي ازادتني من المطار وداتني للسفارة وستقبلوني السفير ديال الساعة كان السفير سي عبد الرحيم حركات الله يرحمه هو اللي كان السفير فستقبلوني كل الموظفين والسفير وقالوا لي وديراك أنك أنت سنة أنك جيس أسبوع اللي فات ولكن مني بجيت قلنا را وقلناك ما ما غاجي شي ومن بعد أعود سفتوني بالسيارة للجامعة الجامعة أعود نفس الشي تفاجئوا أنني جيت فعاد وجدوا لي الغرفة ديالي فكانت داخل الجامعة كان واحد هم دايرين بناية خاصة بالأجانب وكان بناية الخرى الصينيين الصينيين اللي هما كيدرسوا اللغات الأجنبية فهذه البناية الخاصة بالأجانب كان فيها حارس قدام الباب التحت يعني ما كيخليش الصينيين يدخلوا لأن ذلك الساعة في ذلك الفترة يعني الصعوبة أنه يكون واحد التواصل ما بين الصينيين وما بين الأجانيين كتقرأوا في حدود ولكن ممكنش تعرض علي ولا هو يعرض عليك ولا لا كيبقى طبعا لأن الفترة اللي جيت فيها بقيت تأثير ديال ديال التورة الثقافية وهذا التورة الثقافية يعني كانوا كيمنعوا أنه يكون هذا الاختلاط لانما بش ما يكون شي شي اللي كانوا كيسموها من بعد لابن نقدرون نجيوليها من بعد تلوث الفكري من طرف الأجاني ف لذلك كانوا كيمنعوا منعا كليا أنه الصينيين يدخلوا عند الأجاني بينما بطبيعة الحال في الفصل وفي الشريعة كانت تلقى بعد ولكن في هذه الفترة كانت يعني بقي واحد تأثير قوي ديال طورة التقافية الدرجة أنه في الشارع إذا تكلمتي مع الصيني كيهرب كيقدرش كيخاف أنا ما يقدرش يهضر معك فأعطاوني الغرفة كنت في البداية بوحدي في الغرفة في الغرفة في في هذه الليلة كانت كيخاف الغرفة كانت بدأ نسمع البوك في الطابق اللي أنا فيه أبواق يعني يعني باللغة الصينية كي 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 خرجت أنا ما فهمت شيء تلقيت مع واحد الطالب إفريقي سولته وقلت لي شنو وقع؟ قال لي ودي هذوك الأبواق ديرينهم ملكة جيشي مكالمة هاتفية من الخارج كتكون كي كعيطوا عليه باش يهبطل عند هذاك الحارس ما باش يخد التليفون ويتكلم بالخارج وفي الليلة كانت التليفونات ولكن هذوك داخلية هذوك المكالمة الداخلية مجانة في الصين وهذيك اللي كتكون حدا الحارس هذيك يؤدي عندها كتخلص كتخلص ذيك المكالمة فهذا يعني بقاتل المسألة يعني الغد ذاك المسؤول على الطالبة والراني ذوك المرافق اللي كاينين في الجامعة فالمطعم كان مطعم كان مطعم خاص جوج مطعم خاص بالأجانب كيقدموا الأكل من طبيع الحال هالشكل الغربي اسمية وهذا جوج دي المطعم كان واحد خاص للطالبة لغير المسلمين وواحد خاص للمسلمين هذك المطعم اللي هو خاص بالمسلمين كيقدم الأكل الحلال بخلاف المطعم الآخر فتما بدنا كان في المطعم تعرفت على الطالبة خصوصا الطالبة العرب والأفارقة كان بنسبة الطالبة العرب الأغلبية فيهم هي محطة مبعوتين من أحزاب الحاكمة دولهم حال مثلا كانت تلقى بالخصوص كانت تلقى الطالبة العراقيون من الحزب البعض العراقي طالبة السوريون من الحزب البعض السوري طبعا بناتهم مراكين بكرتنا ما بين هذة الطالبة الطالبة الفلسطينيين هم مبعوتين من منظمة التحرير الفلسطيني فتح بالخصوص وعاد الطالب اليمنيين ذلك الساعة اليمن كانت من قسمة الجوج كانت اليمن الشمالية واليمن الجنوبية اليمن كانوا طالبا من اليمن الشمالية وطالبا من اليمن الجنوبية طالبا من اليمن الجنوبية ذلك الساعة كان النظام هو نظام ماوي ذلك الساعة كان سالم ربيع علي والحاكم وكان النظام الشراكي يعني محض في اسمه وكانوا كانوا تونسيين كانوا واحد مثلا دكتور جبالي اللي تاوت خرجت المه هو الآن في تونس هو رئيسه ورئيس جمعية الصداقة التونسية الصينية وكان واحد طالبة طالبة سودانية رجاء كان عندها واحد المرتبة تقريبا وزيرة وكان عودة سمعت بأنه بعض طالبة طوغول يتاوى كان أخذوا واحد منصيب يعني كبير في طوغ يعني هذا هو ما الذي عندي أولا هو مجتمع يعني من المغرب كتلقى وحد وحد جو آخر ما عنده شعر أي علاقة بذلك الجو اللي كتعيش فيه في المغرب من ناحية المجتمع من اللي كتدخل كأنك في وحد تكنة بحيث أنه الصينيين آنذاك في اللباس ديالهم كان لباس موحد تقريبا كلهم كيلبسوا نفس اللباس رجالا ونساء بعض الألوان ثلاثة الألوان اللي هي تقريبا كالتغير ولكن نفس الفصل نفس اللباس يعني ما كيكون أزرق ولا رمادي ولا أخضر والنساء يعني الفتيات يعني ممنوع أنهم يديروا يعني وسائل تجميل كش ممنوعة وممنوع أنهم يبينوا على يعني يعني كيكون تقريبا لباسهم شوية فضفاد وشعر تصريح هذا الشعر ممنوع أنه يصريح بشي يعني كيقصو الشعر ديالهم من فوق العنق كاملين فهذا هذا جانب من نحية اللباس من نحية يعني وسائل المواصلات عندهم يعني أغلبية صاحقة يعني بدراجات الهوائية البشكريطات في ذيك الفطرة كانت الشوارع يعني الآلاف ديال البشكريطات هما هي الوسيلة اللي كان بكثرة السيارات كانت قليلة قليلة جدا بحيث أن السيارة اللي كانت هو إما سيارة بعد سيارة الأجرة وإما سيارات بعض المسؤولين الحكومين وكانت السيارات الخراء اللي هي كبيرة شوية يعني كيكون مغطية بالتوب هذيك الكواضر الكبرى ديال الحزب الشيوع الصيني والباسات والباسات كانت كساعة كان الباسات كهربائية اللي معلقاب الخيوض وشي هذيك وهاد أملكة تشوف هذيك السيارات السيارات كلهم الكاميوات ولا الباسات كلهم من صنع صيني ولكن الشكل ديال 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 السيارات ديال قول الحرب العالمية ديال 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 حرب العالمية التانية ودك شى دك فكان أحد النوع اسمته خونتشي وهو العالم الأحمر و السيارة واحد اسمه بيجين و احد اسمه شونغاي هذيه مالسيارة اللي كانوا وما كانش لي مارك ديال ديال البر ما كانش كل كل شيء صيني. إذن هذا الجانب اللي هو ملفت. الجانب الثاني وهو الكتابات في الحيوض باللغة الصينية. في ممشي ديك تلقى الشعارات والكتابات وهذا كله من تأثير للطورة التقافية. فمثلا من بعد من تعلمنا اللغة وعرفنا شنو كاي تكتبت ما. في كلها كتابات يعني تحط على لأنك تعطي واحد تعليمات. مثلا كي يقول لك بأنه خاص الاحترام وخاص يعني تكون حضاري وتكون كذا. هذه بعض الشعارات. ولا كي يقول لك خاصك يعني تتعلم من الليفان. الليفان هو واحد الجندي. الجندي كان كيساعد الناس الكبار والمحتاجين ودك شيء. كي عاونهم إلى لأخصهم شي حاجة. فدير انتصور ديالو ديال كذا. بش الناس انه تعلم انه وتساعد الاخرين تعليم ما مقدينش اللي اسموه. ولا مثلا كي يقول لك بأنه الشعار أن الزراعة يعني يجب أن تقتدي بالطاتشين. والصناعة يجب أن تقتدي بالطاتشون. فالطاتشين يعني واحد القرية اللي يعني يجب أن تقتدي بها. الصناعة واحد المنطقة كذلك فيها ديال البترول وفيها الصناعة ديال الحاديد الاخيرة تهيى انتاج ديالها الضعف كيتلغو من الصناعة النوم يقتدي بها. يعني هير باش نعطي هدي بعض البعض 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 البعض. موسيقى كيفية 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 كيف